موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام اليكم اخبار مؤسسة الشهداء رئيس مؤسسة الشهداء دكتور عبدالله النالي يحضر الاجتماع الذي عقدته الهيئة الوطنية للاستثمار كخطوة لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية النالي ناقش خلال الاجتماع مع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية ملف تخصيص قطع الاراضي للشرائح المضحية ووضع رؤية استثمارية حقيقية للاراضي المخصصة لمؤسسة الشهداء وكيفية ترجمتها الى مشاريع استثمارية من جانبه عرب رئيس الهيئة عن دعمه الكامل لهذه المشاريع بحضور مدير مدير الشهداء الديوانية هارون الشراء وزعت اللجنة العليا لتوزيع الاراضي السكنية في الديوانية برئاسة محافظ الديواني عباس الزاملي مئتي قطعة ارض سكنية لذو الشهداء والجرحة وقد اكد الزاملي للشرع اصراره على متابعة هذا الملف مع الدوائر المعنية لفرز وتخصيص المزيد من الاراضي وتوزيعها على هذه الشريحة المضحية باعتبارها الاكثر استحقاقا من بين الشرائحة وعيدا بانجاز وجبة اخرى من الاراضي وتوزيعها تنفيذا لتوجيهات رئيس مؤسسة الشهداء وضمن فعاليات مهرجان الاربعين لزوار ابي الاحرار وسيد الشهداء عليه السلام تواصل كوادر مديري الشهداء ذي قار تقديمها الخدمات لزوار الاربعين المتجهين صوبة كربلاء المقدسة مدير المديري مهند الشحتور اشار الى ان جميع الخدمات التي يتم تقديمها هي بجهود المتطوعين من كوادر المؤسسة فضلا عن اقامة معرضا للصور الفوتوغرافية لشهداء العراق كافة مؤسسة الشهداء تدعو المواطنين الكرام ممن يمتلكون وثائق تدين النظام المباد وازدامه مراجعة مؤسسة الشهداء دائرة العلاقات العامة والعلامة وتوثيق جرائم حزب البعث الكائنة في الجادرية مجاور جسر ذو الطابقين لغرض تسليمها للمؤسسة لتكون دلاء الواضحة على الجرائم التي ارتكبها المظلمة باشراف مدير مديري الشهداء باب العقيل الحسيني وبالتنسيق مع القسم الاجتماعي في المؤسسة انطلقت حملة لزيارة الامام الحسين واخيه ابي الفضل عباس عليهما السلام لعدد من ذوي الشهداء ضمن برنامج نظمته المديرية من جانبها عربة عوائل الشهداء عن امتنانها لما تقدمه المؤسسة من اهتمام وعلى كافة المجالات الاجتماعية والصحية والعلمية واستحصال الحقوق مشاهدين الاخبار انتهت شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة